المعلومة الدقيقة زي ما قلنا لحضراتكم بتعلن وبتكون محصورة بين طرفين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ومدير الكورة كابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن يعلن عنها من خلال القناة أو من خلال الموقع الرسمي للنادي أو المتحدث باسم النادي الأهلي أو أي شخص له صفة رسمية للحديث باسم النادي الأهلي في موعده وفي حينه بتكون المعلومة المتاحة أن تخرج للرأي العام وللإعلام الرياضي وللجماهير ومحبي النادي الأهلي في مشاورات في كافة الاتجاهات في اتفاق على أن يكون المدير الفني في المرحلة الجاية اللي هيتم الإعلان عنه إن شاء الله خلال ساعات أو خلال أيام قليلة على أقصى تقدير على مستوى عالي جدا وعلى درجة عالية من الكفاءة وله سابقة أعمال أو إنجازات وسيرة ذاتية طيبة جدا ومؤشرات بالأرقام بتقول أنه هيكون إضافة وعلى مستوى طموحات وتطلعات المسؤولين والجماهير في النادي الأهلي أيضا في حاجة تانية حننتقل إليها دلوقتي نتكلم عن مجموعة من الأخبار الموجودة معنا عن الفريق طبعا أول خبر معنا هو تجديد عقد مؤمن زكريا ثلاث سنوات بعد فترة كان مصار فيها جدل في الوسط الرياضي عن عدم مشاركة مؤمن زكريا لكن في النهاية قلنا أنه تم البحث عن أفضل صيغة تعاقدية تحقق ما يرضي اللاعب ماديا وأدبيا وقمته كلاعب وإمكاناته الفنية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر وما أيضا تحقق رؤية النادي والبحث عن المعادلة اللي تحقق الصالح العام أو الأفضل لمصلحة الطرفين النادي الأهلي ونجمه مؤمن زكريا وبالتأكيد هو إضافة كبيرة جدا وإن شاء الله نستفيد به بالشكل الأمثل ويكون وجوده في الملعب نقطة إضافية أو نقطة إيجابية جدا مع العناصر الموجودة في الفريق في الفترة الجاية وكمان يعود بقوة للمشاركة بشكل إيجابي ومؤثر مع منتخبنا الوطني عمر جمال مهاجم النادي الأهلي طبعا بيتكلم عن أنه أولوية الاختيارات عنده للنادي الأهلي وأنه بيترك القرار في الفترة الجاية للمسؤولين بناء عنه أو التمسك به واستمراره مع النادي أو احتياج النادي له فنيا أو إتحت المجال له لاختيار أي تعاقد أو أي فرصة أخرى تكون متاحة له خارج النادي الأهلي وبيقول أنه الأولوية عنده في اختياراته دائما أبدا هي بقاءه داخل صفوف النادي الأهلي ووجوده مع هذا الكيان اللي بيحبه ويحترمه كثيرا ويتمنى أنه يكون جزء من منظومة المجموعة المتميزة من اللاعبين أو مجموعة اللاعبين اللي بنتمنى جميعا أنها ترتقي بالأداء والنتائج وتحقق كل ما هو مرجو على مستوى الجماهير المصرية والعربية المحبة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية إن شاء الله طبعا ده هيحصم خلال الفترة الجاية وهنعرف القرار وما توصل إلي النادي بالتنصيق طبعا مع مهاجمنا عمر جمال وأيضا الشيخ وإكرامي فيما يتعلق بالإصابات الحمد لله أصبحوا جاهزين للمباراة اللي جاية مواجهة الجونة وبيؤكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول في النادي الأهلي جاهزية كل من أحمد الشيخ وشريف إكرامي طبعا شريف من عناصر الخبرة وجوده مهم جدا مع الفريق في أوقات بيكون حارس المرمى سواء كان هو اللي بيقوم بالمهمة الأساسية أو حارس المرمى الأساسي في مرحلة من المراحل أو البديل في مرحلة تانية لكن دايما بنقول إن النادي الأهلي محتاج مجموعة من الحراس على درجة عالية ومتشابهة أو متقاربة جدا من الكفاءة ومن الخبرات لأنه ممكن يعتمد على أي واحد من حراسه في أي وقت ويكون هذا الحارس على قدر المسئولية وأيضا أحمد الشيخ في نوع من الارتياح وتفاؤل بين الجماهير على الاستفادة به حاليا وبالفعل أحمد الشيخ في ارتياح وقبول كبير جدا من الجماهير لفكرة ثقة الكابتن محمد يوسف والجهاز الفني حاليا في قدراته وده اللي بدأ ينعكس على مؤشرات أداءه ونتائجه في الملعب والكل بيتوقع منه وبيثق في إمكاناته وأنه إن شاء الله يكون ورقة مهمة جدا من الأوراق الرابحة في النادي الأهلي